يقول السائل كثير من الرقات يستعينون بالجن في رقية مرضاهم فما حكم هذه الاستعانة؟ حكمها أنها حرام ووسيلة من وسائل الشر فلا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات قوله تعالى وأنه كان رجال من العنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض استمتع بعضنا ببعض يعني الجن خدموا الإنس والإنس أشركوا بالجن وخضعوا لهم وعظموهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا فلا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالغائبين والأموات إنما يستعان بالله عز وجل القادر على كل شيء ولا بأس أن يستعان بالمخلوق الحاضر الحي القادر الذي يقدر على إعانتك وهو حاضر يسمعك لا بأس لأن موسى عليه السلام استغاث بالذي من شيعته لأن الإسرائيلي استغاث بموسى الإسرائيلي استغاث بموسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فالاستغاث بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك لا بأس بها أما الاستعانة بالميت استعانة بالجن الاستعانة بالشياطين بالغائبين كل هذه أمور لا تجوز